بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي داريسي مقرر جبر المصفوفات ومع الجزء السادس من الدرس الأول في الوحدة الثانية نتعرف فيه على كيفية إيجاد قيمة محدد المصفوفة المثلثة سواء كانت علوية أو سفلية فإذا كانت A مصفوفة مثلثة من البعد N فإن محدد هذه المصفوفة يكون هو حاصل ضرب عناصر قطرها الرئيسي أي أنه يساوي A1-1 في A2-2 إلى A-N-N وهذه القاعدة تنسحب أحبتي إلى المصفوفة القطرية لماذا؟ لأنه إذا نظرنا إلى الأصفار الموجودة فوق القطر رئيسي لأعتبرناها مثلثة سفلية وإذا نظرنا إلى الأصفار أسفل القطر الرئيسي لأعتبرناها مثلثة علوية فهي تنطبق عليها نفس القاعدة أي أن محدد المصفوفة القطرية هو حاصل ضرب عناصر قطرها الرئيسي مع المسألة التالية في المسألة المصفوفة A قد يبدو لأول وهلة أنها مصفوفة 4x4 وحسابها صعب ولكن إذا نظرنا إلى الأصفار الموجودة فوق القطر الرئيسي لعلمنا أنها مصفوفة مثلثة سفلية ولذلك فإن محدد هذه المصفوفة قيمته تساوي حاصل ضرب عناصر القطر الرئيسي فنضرب 2 في سالب 2 في 1 في 3 فيقول أن نتيج سالب 4 في 3 سالب 12 المصفوفة B أيضا مصفوفة 5 في 5 ولكنها مصفوفة كما ترون مصفوفة قطرية فيكون أيضا محدد هذه المصفوفة هو حاصل ضرب عناصر القطر الرئيسي بعضها في بعض سالب في سالب بموجب 6 في 2 بـ 12 في 4 بـ 48 واربعين